السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المشخص في البيطرة في هذه الحلقات في هذا الفيديو يحتوي على جزئين الجزء الأول وهو جزء نظري وجزء الثاني هو الجزء التطبيقي فيما يخص اليورية وتغذية اليورية للنعاج ومخاطر تغذية اليورية وفوائل تغذية اليورية إلى النعاج أو الأغنيم بصفة عامة تستعمل اليورية كمصدر للبروتينيت هي اليورية سوف تتحول إلى آمونيا والآمونيا يتم تركيبها في الأحماض الأمينية النيتروجينية من طرف العضيات المجهرية للكرش هذه كله في الرومن ثم الجسم الحيواني يستفيد من تلك الأحماض الأمينية إذن اليورية هي مصدر للبروتينيت مصدر غير مباشر نسموها MPN Non-Protein Nitrogen Non-Protein Nitrogen إذن هو في الأصل ليس بروتينيك هي مادة كميائية مادة عضوية يحدث لها استقلاب يحدث لها أيضا في الرومن فتحول إلى آمونيا والآمونيا تحول إلى أحماض أمينية نيتروجينية وبالتالي يصنع للحيوان البروتينيت العلماء لاحظوا بأن تغذية اليورية في بعض الأحيان يؤدي إلى حوادث مميتة قاتلة اليورية تحتاج إلى تكيف غذائي اليورية يجب أن نبدأها بتركيز قليل ثم نبدأ رفع التركيز مثلا كل أسبوع أو كل خمسة أيام إلى ستة أيام نرفع التركيز قليلا في غضون عدة أسابيع يكون الحيوان قد تكيف على تلك الجرعة المراد المواصلة التغذية عليها لأن اليورية مادة سامة والمرض الذي يسببه زيادة اليورية أو تسامن باليورية يسمى تسامن باليورية يسمى الالكالوس ريمينال تقلون الكرش وهو نوع من أنواع الانديجستين نوع من أنواع سوء الهضم الانديجستين بغالكالوس دوغيمة السوء الهضم الذي سببه تقلون الكرش بسبب زيادة اليورية في الغذاء لاحظ العلماء أنه في بعض الأحيان حتى يعني النعاج لو أنه نعطولها عشر قراميات للخروف الواحد كدفعة واحدة بدون تكيف في الماضي بدون أدبطيشن ستكون جرعة جد سامة لهذه الأغنية خاصة إذا كانت هذه الأغنية تتناول أغذية تحتوي على علائق سيئة الجودة علائق سيئة الجودة ولهذا اليورية دوما يحتاج إلى أن يكون الحيوان يأكل في العلف العلف المركز إذن اليورية دوما يمشي مع العلف المركز هكذا يمشي مع العلف المركز لماذا؟ كما قلنا نقص الإنرجي نقص الكربوهايدرايت يسبب ارتفاع الحساسية وارتفاع احتمالية التسموم باليورية لماذا؟ لأن الذي يقول يورية يقول آمونيا والذي يقول آمونيا يقول بروتيين الآمونيا عندما عندما لا يصنع يعني العضيات المجهرية لا تستطيع يعني لا تستطيع يعني تحويل تلك الآمونيا إلى أحمض أمونيا والتي تحول الآمونيا إلى أحمض أمونيا يدخل فيها الطاقة والطاقة تأتي من الكربوهايدرايت من العلف المركز عندما يكون الحيوان لا يتناول العلف المركز بالتالي لا يكون هناك طاقة وبالتالي لا يكون هناك انتج للبروتينات وبالتالي تحويل الآمونيا إلى أحمض أمونيا يكون قليل وبالتالي الآمونيا تتركز دوما اليورية يمشي مع العلف المركز يجب أن لا تعطي اليورية إلى حيوانات لا تأكل العلف أو أنها تأكل الحشيش سيئة الجودة أو العلائق الخضراء سيئة الجودة لاحظوا أن العلماء أن الأغنية التي تأكل قرط الليوسيرن هذا نوع من أنواع النباتات أنها أكثر طوليرانت أكثر صبراً على زيادة اليورية أكثر متكيفة مع إعطاء أو تجريع اليورية تغذية اليورية إلى المشترات أو إلى الأغنية أو كمصدر جزئي للبروتينات هو يعني معروف معروف عند العلماء يعني معروف والتوكسيسيتي تاليورية معروفة أيضاً كثير من الفلاحين جو يستخدموا اليورية ومع فوش يستخدموا اليورية حدثت أعراض تسمم بحيث أن قطع كامل من الأغنية توفى مات نفق قطع كامل من الأبقار ثانية نفق إذن اليورية هي مادة فعلاً هي تحتوي على 46% من النيتروجين وتمثل مصدر رائع ومرتفع من البروتينات بطريقة غير مباشرة كما قلنا لكن هي جيد سامة إذن لدرجة أنه لو أني أنا ذكى لو أني أعطي حيواناتي اليورية وانتهى الأبضابطيشن خلص بدأت الأغنية تتناول اليورية بتركز مرتفعة ولا يظهر عليها أي أعراض وأتى في بعض الأحيان في بعض الأيام توقف أكل اليورية توقف الغذاء الذي يحتوي على اليورية مدة يوم إلى ثلاثة أيام الأبضابطيشن ذلك يذهب ينتهي يجب علي أن أعاود الأبضابطيشن تكييف الحيوانات من أول وجديد هكذا إذن الأبضابطيشن في اليورية مدته الانتهاء المدى انتعه هي من يوم إلى ثلاثة أيام إذن الأعراض الأعراض السررية الأعراض السررية للتسمم الحاد بي اليورية في الحالات الحادة الأعراض السررية تظهر بعد ثلاثين دقيقة إلى ستين دقيقة من تجريع اليورية أو من تناول غذاء يحتوي على تراكز مرتفعة من اليورية بدون تكيف غذائي بدون الادابطيشن إذن أول الأعراض هي ضلنص الخمول ثم يتبعها فرض في الحساسية الهيبرستيجية لللمس وللسمع إذن وتكتل هيبرستيجية إذن لما نلمس الحيوان الحيوان يكون عنده ردة فعل لما نقوم بأي صوت مفاجئة أو حركة مفاجئة الحيوان يكون عنده يكون عنده في السلوك وأيضا اهتزاز في العضليات رحشة في العضليات في كامل الجسم في بعض الأحيان ثاني أيضا نرى النفاخ النفاخ من المتوسط إلى الحاد هكذا نرى النفاخ بسبب الأطوني ريمن الأطوني توقف حركة الكرش وبالتالي العضيات المجهرية الموجودة في ذلك الكرش تبدأ انتاج الغازيات وينتفخ وبدون والحيوان لا يستطيع طرد تلك الغازيات وبالتالي ينتفخ الكرش وبالتالي نرى على خارج الحيوان نرى في بطنه أنه انتفخ الطمبانيزم أيضا نلاحظ تشنجات تشنجات في الهيكل العضلي لكامل الجسم تشنجات تشنجات الحيوان يسقط على الأرض الأطراف متشنجة ومنقبضة هكذا والأصابع هي مفتوحة يعني abducted هي مفتوحة الأصابع مفتوحة يعني الظلفين مفتوحين متفرقين على شكل حرف V أي stimulation أي تحفيز باللمس أو بالصوت بإصدار الصوت يكون هناك exacerbation يعني تفاقم للتشنجات كما قلنا الhyperستيجيا ثم يأتي respiratory syndrome طبعا هذا الذي رأينا كله nervous syndrome لأنه بسبب يسموها الhyper ammoniumic oncyphalopathy احتلال الدماغ الذي سببه ارتفاع الأمونيا في الدم الأمونيا لما تتركز في الرومان ولا يمكن للحيوان تصنيع تحويل تلك الأمونيا الزائدة إلى بروتينات ميكروبية سوف يمتص الأمونيا ويذهب عن طريق الدم إلى الدماغ ويسبب احتلال الدماغ تسمى انسيفالوباثي وبالضبط هي هايبر امونييميك انسيفالوباثي هكذا هذا التفسير تا النервوس سندروم أيضا لدينا ريسبيراتوري سندروم يكون هناك الدسبنية يكون هناك ديسترس ريسبيراتوري ديسترس حرج في التنفس صعوبة في التنفس تقيو تقيو ارجع المحتوى الكرش مباشرة قبل الوفاة هذا فيما يخص معلومة عامة حول 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 تسمم بليوريا